إلى ذلك جدد الفريق علي محسن الأحمر الدعوة للجميع بأن تكون المرحلة الحالية والمستقبلية مرحلة التعزيز لللحمة الوطنية والتسامي على الجراح ونسيان الخلافات التي أوصلت اليمن إلى ما هي عليه وأخذ الدروس والعبر من أحداث الماضي ووضع اعتبار الحفاظ على اليمن وجمهوريته ووحدته وأمنه واستقراره ومصالحه العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الآنية الزائلة وأوضح الفريق الأحمر أنه على الرغم من كل الآلام على الشعب اليمني خلال هذه الحقبة فإن الأمل يلوح في الأفق مع الوعي الكبير الذي يتخلق لدى شباب اليمن وشاباته بثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والثاني والعشرين من مايو وماذا تعنيه هذه الثورات والمحطات لحرية اليمن وازدهاره ونوها الفريق المحسن بإشراق نور الأمل عقب انتكاسة صنعاء بدءا من مأرب ومطارح قبائلها الضافرة وأبنائها الكرام وسلطاتها المحلية الشجاعة ومع توافد اليمنيين واحتشادهم لمقاومة الكهانوت الحثي والانخراط بصفوف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والوطنية في مأرب وتعز والساحل الغربي وعدن ولحج والضارع والجوفة وشبوة وأبيا والبيضاء وبقية المحافظات والمناطق الأبية وبدعم كريم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية